حبيت بهذا الفيديو أنبهكم على أهمية القراءة طبعاً هو مو فيديو كلاسيكي بقدر ما هو التنبيه على نقطة مهمة مسألتين ممكن أتطور بيها إمكانياتك في اللغة بالـ 2024 والسنين القادمة مرات واحد يسأل كيف أنا أطور قراءتي ولفظي هناك أكثر من طريقة واحدة من الطرق المهمة أنه أنت تلزم نفسك بقراءة كتاب بصوتك يعني أنت يومياً تسجل فصل من هذا الكتاب بصوتك وإثناء تسجيلك للكتاب راح تلاحظ عندك نقاط ضعف على بعض الكلمات الأساسية اللي تواجه بيها مشكلة في اللفظ فيضللها ويصير عندك فد نوع من المسؤولية على إعادتها وإعادة لفظها بأكثر من طريقة ورفعها على منصات مثلاً يوتيوب أو تليجرام هذا راح ينطيك فد شيء اسمه social responsibility أو مسؤولية اجتماعية على أنه أنت ترفع بطريقة أفضل لهذا السبب تلاحظ أنه وصنع المحتوى وورا فترة تلقى متحسن جداً متحسن جداً لعدة أسباب أهمها حقيقة أنه يتلقى هواية من النقد ويصير عنده نسبة indifference أقل تجاهل أقل للمحيط ويكون conscious أكثر واعي أكثر على نقاط ضعفه يعني عندي نقاط ضعف كثيرة في اللغة حالي حال أي متدرب ومتعلم للغة وأحنا دائماً نقول التعلم هو رحلة حياة هو سيرة حياة It's a process, it's not an end اللغة هي a process إضافة إلى أنه هي journey فلي هذا السبب مسألة إدراكك لنقاط ضعفك رح يساعدك في ردم الفجوة وجسر هذه الفجوة بينك وبين تقاربك مع اللغة بطريقة أفضل القراءة حسب الدراسات العلمية كل دماغ طبعاً هو مختلف فأنت من تقرأ الشيء هذا الشيء اللي إنتدى تقرأه رح يروح إلى مؤخرات الدماغ بعدين بالنسبة للشخص البالغ القارئ العملية هاي كليتها تأخذ أقل من نصف ثانية ترسل إلى جهة الدماغ اليسار وفي جهة المناطق المسؤولة يعني lateral lobes الخاصة بالدماغ المناطق الجانبية من الدماغ وfrontal lobe والأجزاء الأمامية من الدماغ اتعالج حسب الـ fMRI اتعالج هذه الصورة اللي شافتها بالنص فالقراءة كيف ممكن تساعد الشخص على تطوير مهاراته وصحته أولاً اتقلل من الخرف بالنسبة للأشخاص خاصة اللي يقرون قبل النوم لأنه بعض الدراسات تشير إلى أنه اللي يقرأوا قبل النوم كانت عدهم مؤشرات على النشاط في جانب الأيسر من الدماغ المسؤول على الاتزان العاطفي وأيضاً على السيطرة على نسبة القلق مسائل النفسية هما يكونون أكثر استقراراً من الأشخاص الآخرين غير القارئين ثانياً موضوع دمنشا نحن دائماً نحكي به اللي هو الخرف موضوع بعض الأشخاص يصابون به في فترات متأخرة من حياتهم في حين القراء لا يصابون به خاصة الأشخاص اللي يتحدثون أكثر من لغة اللي نسميهم طبعاً عملية القراءة والتعرف على الأشكال المكتوبة بالدماغ عملية معقدة جداً ولحد الآن الأبحاث مدت قيس بطريقة مضبوطة من عقل لعقل تعرفون أنه يوجد اختلافات فأكو كاغنيتف لود أكو حمل إدراكي أو الجهد الإدراكي قد الشخص كل ما زاد من خلال القراءة كل ما زادت إمكانيتي على الوعي أكثر على تقليل القلق أكثر لأنه بعض الدراسات تشير أنه القراءة تقلل من التوتر والإجهاد العصبي اللي يصير عند الشخص فهذه ممكن أن تأخذ بطريقة علمية على أنه أنت تحمل نفسك مسؤولية اجتماعية على تدريب نفسك ووضعها أمام الملأ بالنسبة لصناعة المحتوى المقبلين على صناعة محتوى ثانياً قضية القراءة قضية لازم تكون مستدامة بعض الأحيان تكون تعبان لكن لا ضير في أنه أنت تقرأ مقال قصير أو تسمع بودكاست أو مراجعة لكتاب هذه كلها عناصر ممكن تفيدكم في مجال تطوير إمكانياتكم والسعي نحو نسخة أفضل من عندك نحن دائماً نقول نحن ما نقدر ننصب نظام تشغيلي جديد لكن ممكن نحدث النظام مالتنا حتى يواكب ونكون دائماً في رأس الهرم بالنسبة لإمكانيات العقلية مالتنا ربي أفضل